موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن يتهيأ تحالف قوات سوريا ديمقراطية المدعوم أمريكيا لشن الهجوم الأخير على مواقع تنظيم داعش في مدينة الرقة مساء الأحد وقال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أن هدف الهجوم المقبل هو محاصرة المنطقة المحيطة بملعب المدينة أعلن قائد عمليات دجلال فريق الروك المزهر العزاو انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم داعش الإرهابي في حوض الزور شمال شرق الديالة العراقية ولفت إلى أن هدف العملية إنهاء أي وجود لخلايا داعش في منطقة حيوية قتل خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في ضربة نفذتها طائرة بدون طيار في محافظة مأرب اليمنية بينما كانوا يستقلون سيارة في منطقة راقوان ولم يصدر أو يصدر أي بيان عن القاعدة أو القوات الأمريكية التي شنت مرارا ضربات بطائرات بدون طيار ضد تنظيم القاعدة في اليمن قالت الشرطة الباكستانية إنها تمكنت من قتل أربعة مسلحين من أفراد تنظيم القاعدة كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية بمدينة كاراتشي جنوب البلد وأوضح نائب قائد شرطة كاراتشي أن قوات الشرطة داهمت موقعا سريا لأفراد إرهابية نجحت خلالها في القضاء على أربعة مسلحين قالت منظمة بورما الروهينجية إن التجويع وسيلة جديدة تضاف لممارسات الإبادة العرقية التي تمارسها ميانمار ضد مسلمي الروهينجا وذكر بيان للمنظمة أن مسلمي الروهينجا يواجهون المجاعة بسبب عدم سماح جيش ميانمار بدخول المساعدات الإنسانية للإقليم دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع قوى غربية قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع أن يقوضه ونقلت وسائل إعلام رسمية عن روحاني قوله إنه في المفاوضات النووية والاتفاق توصلت إيران لقضايا ومكاسب لا يمكن الرجوع عنها ينتظر اليوم أن تنظم تظاهرة كبيرة في برشلونة ضد انفصال هذه المنطقة الإسبانية يدعم عدد كبير من الشخصيات والأحزاب السياسية المعارضة للاستقلال وشخصيات عدة هذا التجمع قال أطباء مختصون إن الفشار عدو حقيقي للأسنان واللفة وهو لا يقول خطور عن الحلوة بعد أن كان ينظر له كوجبة خفيفة صحية ومسلية هذا وتضاعفت المشكلات التي يواجهها أطباء الأسنان لدى مرضاهم بسبب تناول الفشار خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 5% إلى حوالي 10% من إجمالي مشكلات الأسنان شكرا ترجمة نانسي قنقر على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أولئك